مرحبا بدايةً ليه؟ وليه أنا موجود معكم الأشخاص كلهم اللي حكيوا قبلي عم بيحكوا التقنيات كل حداً منكم متخصص بشأن بعالم الأنترابنورز بعالم ستارتوبس أنا موجود معكم أولاً ليه؟ تأكد أن المؤسسات اللي بمثلة اللي هي هالأمتيفي وجريت النهار مع تريبوري أنترابنورز كلوب نحن من سنوات إلى الوراء مستمرين بدعم الإبداع الموجود بطرابلوس ليس فقط عم بيحكي عن لبنان أنا عم بيحكي عن طرابلوس من ثلاث سنوات إلى الوراء أنا بلشت على قناة الامتيفي بالإضافة إلى نشرة الاقتصادية أعمل فقرة اسمها رغم كل شي صرت أطلع على الهواء أول فترة أقول أنا من وين بدي أجيب الموضيعاً بعدين قلت رغم كل شي في أنترابنورز بلبنان قلت رح جرب إفتح على الأنترابنورز من ثلاث سنوات إلى اليوم قطع معي 397 شركة ناشئة لبنانية بعتقدة درقاً بدو زقفي 397 شركة ناشئة لبنانية يمكن 397 في منهم 60% فشله بس جربوا وأكبر شركات ناشئة بالعالم جربوا فشله رجعوا جربوا رجعوا فشله رجعوا ووصلوا ليس دائماً من الفشل هذا اللي رأيته بها ثلاث سنوات أنا رجعت شباب أجو قالوا لي بنا نرجع نعمل دعاي للبروجيكت تبعنا تقدر نطلع على الهواء بالنهاية رح ألكم اللي أقول كل هذا الحديث بالفعل القرار اللي أخدتوا من أول نهار إنه استلمنا نقدر نعمل على الهواء بالمتفي ورح أرجع أحكي عن النهار هذه الفقرة صاروا الناس يمشوفوني على الطريقة يقولي أنت طبعاً رغم كل شيء تانكيو عم بتعملوا هذه الشغلة وبالفعل في كتير أشخاص أنا مبسطت لما فتل جوها سلمت على نص الناس الموجودين لأنه بثلاث سنوات تعرفت عليهم يعني إن كان محمد إن كان فادي مئاتي إن كان زياد إن كان أشخاص فيني صرت أصحاب أنا وياهم لأنه صرت تبعنا وياهم الشغل اللي عم بيعملوه فعلياً هلأ نحنا هاي أول نقطة أساسية بدي أشكر فادي مئاتي أنا فادي اللي فعلياً هو شخص أنا إذا فيني بطلعوا كل يوم على الهواء لأن الشغلة اللي عم بيعملوا بأعتقد هي دول الحكومة اللبنانية تعملوا ففي الشباب مثل فادي ومثلي مثل كذا واحد مننا هون عم نعمل شغل بالوقت اللي لازم الأشخاص المسؤولين هنا يعملوا فكل واحد منكم له تحية لأنه بعض كون يعدين بطرابلس وأنا بعض نيعد ببيروت وبعضنا عم نصارع والأهم أنا بعدنا عم نأسس بلبنان ما أخذنا بدباي مركز لأينا وعم نشتغي رغم أنه صار عنا برانش صار عنا فروع لأينا برا بس أصرينا نكون موجودين هون كرمل هيك نحن المستحق التحية أنا وياكم وكل واحد لأنه بعدنا هون جينا عطرابلس ونهار السبت وشوب وكل ناس موجودة على البحر والمسؤولين على البحر بس نحنا موجودين هون لأنه بعد عنا أمل بكرة تنكفي نقطة تانية الأساسية اللي بدي أحكي فيها أنا أخذت وعد على حالي أن المرحلة المقبلة بالإضافة لرغم كل شي أنا عندي حرب في لبنان رح خوضها على الصعيد الإعلامي للأنتروبرونرز شو رح يصير بالفترة المقبلة أنا كلكم حكيتوا عن القطاع الخاص كيف يتعامل مع الشركات اليوم بين الفنز بين الأكسيليريترز بين الإنكيبيترز بين البيسيز عظيم الحلول موجودة ولكن بذكركم أن كل واحد منكم مجبور ينزل على وزارة الاقتصاد وسجل التجاري يسجل شركته يوقف يطلع على الرابع وينزل ويطلع عبدة وينزل على الميلية ويحمل حاله من الميلية ويقول له بدنا نخضعك لضريبة أربيح وتوزيعات الأربيح مثلك مثل الشركة والمصري في اللي هو الفليني بدنا ندفعكم 17% ضريبة على الأربيح وإلى ما هوني لك الشاب يقول أنا بدي أشهر تأسس شركتي بالوقت اللي أنا موجود في دبي أو بالإمارات أو بعمان على الموبايل أنا ويعتقد بتخط عشيب أساسها للشرقية صحيح؟ بعتقد بتوافقوني بهذا الرأي وهذه المشكلة الأساسية اليوم اللي احنا عنا إيها بلبنين وفوق هيدا الشيء نحنا لليوم إذا كلكم بتعرفوا عنا شيء اسمه الـ E-Signature Law اللي هي القانون اللي ناطلين نحنا لليوم أنه ينقر لتسيروا أنتم من بيوتكم تقدروا تعملوا كل إنجازات تنجزوا لأنه فعليا كل خسارة يوم انتجية بالاقتصاد تنزل فيها على بيروت ونرجع وتنزل على المقارات الرسمية ونرجع عم بتخسرنا من انتجية تابعنا ومن ناتج المحلي لدولي لبلدنا وهيدا الشيء أزم كبير ويتحملنا خسائر بالإضافة لهيدا الشيء أول مرة من جاريب تاني مرة تالت مرة المسؤول بيفتح الجارور رابع مرة لازم نقطع لهيدا وبعدين منفشل ليه؟ لأن احنا بعدنا الشباب وما عنا الخبرة الكافية يمكن نحنا لأنه بالإعلام صار عنا إيها نعرف الزواريب كيف بدنا نفوت بس فعليا الشاب اللي قرر يجي من أمريكا وينزل على لبنان ما بعتيد حيتبهدل بالمالية وبالتفئة ويطلع بعبدة وينزل على سجل التجاري كرميلي يسجل شركته وبعد ما بلشه وبالآخر بده يتخضع مثله ومتل غيره على سعيد الضرائب المرحلة المقبلة راح نشتغل على موضوع أنا ماني مرشحة على انتخابات وانتخابات خلصة ما اللي عليها بهذا الموضوع بس على الصعيد الألمي وفي كتير ناس معي وحد وعارف راح نشتغل على هذا الموضوع ومبالح كان عنا اجتمع بالمجلس النواب مع عدد من السيدات اللي بمثله اللي صاروا نواب اليوم وفيه أحد وكمانا ساعات النابل الجديدة عن ترابلوس كمانا أخدنا تعهدات انه الـ E-Signature حت تقر الـ E-Government حينشغل عليها الوزيرة عناي عز الدين تشغلت على هذا الموضوع واستمرت فيه وحنتابع هذا الموضوع أيضا قانون التجارة بدنا نعدله تكون قانون تجارة منصف للشركات الناشئة في لبنان ما فينا اليوم نستعمل نحن شركة رأس ميلة 5 مليون دولار و 10 مليون دولار مثلها نتعطى معها مثلها مثل أي شركة ناشئة اليوم رأس ميلة 5 تلاف دولار هذا الأمر مرفوض وهذا الأمر ما حدا بيقبل فيه ما بنقدر نحن اليوم هيدا نقطة أساسية نقدر نحن نتخضع مثلها مثل الشركات الكبرى الموجودة في لبنان يتعامل معنا مثل كأنه نحن شركات عنا 70 و 20 و 90 و 100 موظف وهذا الشيء الأساسي الخطأ فبالتالي المرحلة المقبلة رح يكون هون التركيز هتشوفه كثير 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 بالإعلام خاصة من أنا رح يكون موجود هيدا الحديث الأساسي رح نكون عم نحكي فيه ورح وصله ورح ضل نضيق عليه الاسيجنتشر تقطع لأنه التجارة يقطع ليصير فيه إلغاء لأي تحفيزات للقطاع لقطاع شركات الناشئة أبعد من هيك خليني قول أنه رح نشتغل على موضوع له علاقة بتخصيص بموازنة الدولة للعام 2019 جزء من الموازنة لدعم الشركات الناشئة الرئيس الحريري أصر على هذا الموضوع والحكومة السابقة والحكومة الجديدة إن شاء الله على الطريق بعد أيام قليلي لا أعرف ما رح أعطي الترجيحات ولكن هناك إصرار على إيجاد صندوق لتمويل الشركات الناشئة لتمويل جزء تكون الدولة ملزمة لأنه نهاري تحس حالها هي شريكة بمحل معين تحس حالها صارت مسؤولة إن شاء الله ولكن نتمنى هذا الموضوع على صعيد الشخصي أنا رح تابع هذا الموضوع رح رح أبعد من هيك كمانا الفترة الماضية شهدت فوع كثير كبير لشركات الناشئة قبل لبنان في عدد كبير منها استفاد من التعميم 3-3-1 اللي كان إلي الشرف أنا تبعته مع مصر في لبنان وأنا كنت واشتغلت بالPDL Accelerate اللي في عدد كتير منكم شاركوا فيه اللي كان بالفوروم للسنة الثنين وثلاثة وسنة الماضي قاله وين المؤتمر السنة ليش ما في مؤتمر إن شاء الله بالفترة المقبلة رح يكون في تطورات على هيدا الصعيد تبعنا عن كسب كيف شركات الناشئة بتشتغل بلبنان شو نقصة شو الفعليا مظبوط الأموال اليوم تؤمن لما بيكون فيه شركة وفكرة ولما بيكون فيه الأساس هو الفكرة والإيرادة والقرار وفيه شفنا ديش صار فيه فانز اليوم ما رح عمل داعيات أنا رغم أنه أنا مش على الهواء ولكن في كتير أشخاص فيه ونساعد والأهم من أن نكون عندنا هالفكرة ولكن أبعد من ذلك يكون عندنا حال على الصعيد العام على الصعيد العام رح نجاري لمشتغل على هيدا الموضوع رح رح روح أبعد من ذلك البانل يهو موجودة كنتم بحكي أنا وفادي مبارح أنه معقول نقدر نحكي عنه هاي بالأسابيع الماضي نعم بيحدد هيد البانل أنه نقدر نحكي عن عالم الأعليم اليوم وين صار وفعلياً شوالترانز اليوم بالتكنولوجي والأعليم بصراحة كل واحد منكم صار أعليمي اليوم كل واحد منا صار صحافي اليوم اليوم بصير حادي السير على الطريق معنا تويتر حطينا هاشتاك حطينا بطل في الزوم ليكون واحد متخصص بالأعليم يكون أعليمي ولكن الأعليم كيف عم بيتابع هو تطوره هوني نقطة الأساسية رح أعطيكم مثل نحنا اليوم بجارية النهار بس كيفيه قرار بالفترة الماضية بتعرفوا التعصر اللي قطعت فيه الشركات بلبنان كل الشركات من بين الأعليم تليفيزيونات والجرايد وفي جرايد سكرت للأسف في زملاء نعفوا نصاروا بلا شغل ولكن نحنا قررنا بالنهار انه بدنا ننقل تنسير نشبه الأترابرينيرز شو يعني؟ يعني بدنا ننقل من الجريدة اللي بتمثل الجيل اللي هو خير للبلد اللي هو خميرة البلد للجيل اللي رح يبني هالمستقبل اللي هو أنا ويكنون نحنا قلنا عظيم لازم ننقل بكل الداتا اللي عنا إياها على بلاتفورم يكون عندها كل السوشيال ميديا يكون عندها بارت للأنتروبرنيرز بارت لا نحن نحكي عن بيوتي نكون عم نقدر نواكب هذا الشيء والنهار اليوم فتحيت البيب وأنا عبر لكم إياها اليوم وأي أحدا منكم اليوم بديوا يعمل برموشن بديوا يكتب آرتكل بديوا يحط فكرتوا بجريدة النهار من النهار الثانين بتكون موجودة على موقع النهار بالجريدة على كل بلاتفورم لأنه اليوم الطارقة تقول النهار هي نقدر نوصل للعدد الأكبر من الأنتروبرنيرز بالإضافة لهيدا الشيء أي حدا اليوم بيقدر بيعرف حدا بده يساعد حدا كرميل الأنتروبرنيرز نحنا فينا نكون سريد تواصل كمانا يعني عم جاربوا الأدمى فيكم ونحنا وين موجودين بهيدا الإيكو سيستم نحنا حنجرب نساعد فيه المتوفي مثلا اليوم أخذنا قرار أيضا وإن شاء الله رح تشوفوا بأول أيلول في برنامج جديد على المتوفي بس للأنتروبرنيرز كل واحد منكم هوني حقوا يطلع الإعلام ببليش حقكم مش ضروري يدفع مصاري لأن انتم بنهاية يأخذ 10.000 دولار اليوم لا يوجد إلى التليفزيون يأخذ منهم 5.000 دولار تطلعني خمس دايق عندك نحنا لا نرضى، ليس CSR وليس تربيح جميلة، لا لكن فعليا أنا أؤمن أن هذه الشركات اليوم التي تصبح بها تبدأ تكون مصاري كانت مصاري، ستكبر يوما ما، أنا حواف حدا وأنا في عدد كبير من الشباب الوجوه اللي بعرفها اللي طلعت ماي على التليفزيون فيني عدد كذا منهم هوني، وكانوا يسألوني دائما على التليفون أن هل يجب أن ندفع أي شيء؟ يجب أن ندفع شيء نحن مصاري لنطلع أنا أقول لهم لا، لما يقولوا لي أن يقولوا لا أنا يتعجبوا أن معقولي في شيء يطلع بأول نشرة الأخبار على التليفزيون وليس يجب أن يدفع مصاري، لما نحن أكيد أن نأتي الليلة ونأتي بكرة فعليا هذه الثقافة التي نجرب نبنيها، نحن إعلام مسؤول لأنه نحن بحاجة لكم، أنتم بحاجة لنا ونحن بحاجة لبعض حكماً، أي شخص يريدون هذا المساعد لأن كانت الإعلامة، فادي والتريبولي الأنترابرونيورس وكل القائمين على هذا يتعرفون على هذا الحدث يتعرفون كثير من التواصل معنا كيف يكون عبرهم أنهم يتصلون لنا وتكونوا موجودين وين نستطيع أن نساعد، سنكونوا موجودين الآن، بالإضافة إلى هذا الشيء قد أعطيت في الكثير رصص كان يجب أن أتحدث عنها ولكن الوقت يدهم، وأنا بالعادة أتحدث عن هذا الموضوع ولكن أريد أن أختم بشغلي فعلياً، سنقوم بشغلنا وأنا أصررت أن يكون موجود هنا وسننزل، نحن موجودين أيضاً بغرفة صيدك لأنهم يعملون على نفس الموضوع بزحلة في هذا الشيء، في شغل يصبح على هذا الصعيد ببيروت مواكبة لهذا الموضوع وينما سنستطيع أن نكون موجودين تقول أنه رغم كل شيء، سنكفي ونستمر ونأكل كفوف مثل كفوف الذي أكله، لكننا سنحكي عنها سنأكل ميت كف، ميت كف ولكن سيضل لدينا ألف سبب نتغلب على هذا الميت كف نحن سنكفي لأنه هناك ناس مثلي ومثلكم ومثل كل الأشخاص موجودين، والذين كسروا نهار السبت وقعدوا من الصبح، والأشخاص الذين يرونون داخل أعرف أنه بعد يوجد أمل كنا نقول، خلصت بعد بدي خمس عشر ثانية سيسألوني كنا بأحد الاجتماعات ما أحد المسؤولين أنه الليرة مستقرة وفي خوف عليها وما في خوف وإلى ما هونالك، يقولون أنه اليوم الليرة مستقرة، الوضع الاقتصادي ليس منيح، لكن هناك أمل هناك شركات تنبنى، هناك اقتصاد يقلع قليلاً 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 بكرة نعمل حكومة، نعمل قليلاً قليلاً دائماً نريد من رأسنا فكرة أنه التدهور ماشي، نريد فكرة أنه بكرة خربين البلد كل واحد استسلم من هذا البلد سيشوف البلد خربين كل واحد بعده يوعى الصبح بيروح على شغله، وبيعلق بالعجئة وراضي بالعجئة وبيأتي بالليل تعبين وبيوعى تنهار بيروح، يعني بعدهم آمن بهذا البلد لا أعطي وعزات، ولكن أعطيكم أنا وأنا وإياكم كلنا، ولكن فعلياً ما أريد أن أقول لكم أنه ما تتحدثون، نحن نتحدث مع بعضنا وطالما نحن متفقين، سنستطيع نوصل، سنستطيع أن نؤسس هذه الشركات وين أنا سأكون موجود؟ وين عدد من الشباب الذين موجودون في العلام ستكونوا أنتم تتصلوا فيها سنطلعوا وتعملوا دعاية ولكن لا توقفوا، ولا توقفوا وفي أول إيلول ما وعدنا على الهواء على الامتفي بشيء كثير رائع لأنه هناك فنز، هناك أشخاص ستدفع، أنتم تعجبوا أفكار ونحن مسؤوليتنا سنستطيع أن نساعدكم وتكفوا، أعتذر؟ طولت قليلاً عليكم ولكن ليس أنا أريد أن أشكركم لأنني كنت معكم، أنا أريد أن أشكركم لأن بعدكم هنا، نحن لدينا أشغيلنا أنتم تتأسسوا أشغالكم هذه هي المخاطرة الأكبر نحن قلعنا، أنتم تجاربوا، نحن سنساعدكم شكراً لكم، شكراً لكم، شكراً لطرابلس شكراً لكم شكراً لكم